السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي شرح رياضيات للصف الثالث متوسط امتحانهم الساعة بالوحدة وطلبهم من عندي شرح التطبيقات رح اخذ لكم بس شرح تاني كله حالة التمارين لكن رح ارشح لكم بس الوزاريات سؤاليا فقط حتى تلاحقون هذا المثال صفحة دعش طلعوا كتابكم صفحة دعش هذا المثال كلش وزاري ودائما يجيبوه هايوني شنوه اذا كانت F من Z الى Z حيث F الـ X اثنين X تربع ناقص ثلاثة بين نوع التطبيق حيث Z مجموعة الاعداد الصحيحة بس يجي يقول لك يلا حياتي خلينا نحل او نشرح التطبيقات المثال هذا يلا شوفكم اياه هذا طالع كليته يلا يوم بسم الله الرحمن الرحيم شي عندي عندي معادلتي معادلة الاقتران مطيني اياها اثنين X تربع ناقص ثلاثة اثنين X تربع ناقص ثلاثة وقايل لي يريد نوع التطبيق وقايل لي بزت مجموعة الاعداد الصحيحة هذا حتى للتمهيدي انتبه عليه هم وزاري زين ما قايل لي كل شي ما يريد ما مطيني لا اي ولا بي بس مطيني قاعدة الاقتران وقايل لي حيث Z مجموعة الاعداد الصحيحة انا من الديح شا سوي شا طلع معدي Z وما مطيني لعش شون اعوض الارقام بهذه المعادلة انا حافظة Z شنية Z سالب اثنين يعني السالبة والمجبة والصفر سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين يلا حياتي هذه Z زين نكتب المعادلة شي سمها اثنين X تربيع ناقص ثلاثة طبعا هي بدون شسمها بدون شي سموها هذه اقواس اثنين X تربيع ناقص ثلاثة هذه معادلة الاقتران ها حياتي يلا ايه هسه شا سوي نعوض كل العدد بقيمة X شا نعوض كل عدد بقيمة X يعني اخذ سالب اثنين يساوينا اثنين في سالب اثنين مكان كل اكس اخلي سالب اثنين تربيع ناقص الثلاثة السوت مكان كل اكس خليه سالب اثنين تربيع يساوينا اثنيي السالب بالتربيع يهمل 2 في 2 4 ناقص 3 2 في 4 8 8 ناقص 3 يساوينا 5 طلعت العدد ما لسالب 2 اخذ سالب 1 يساوينا مكان كل X تربيع سالب 1 تربيع ناقص 3 يلا عيني يساوينا 2 السالب بالتربيع يهمل 1 تربيع 1 ناقص 3 يساوينا 2 في 1 2 ناقص 3 اشارة الكبير واطرح سالب 1 3 اكبر من الاثنين طلعت النقطة سالب 1 سنرى بعد سنأخذ الصفر F0 يساوينا 2 في 0 تربيع ناقص 3 يساوينا 2 0 تربيع 0 0 ما لداعي نقول 2 في 0 ناقص 3 2 في 0 0 0 ناقص 3 يساوينا سالب 3 طلعت 3 حدود أو 3 أرقام ناخذ الواحد مكان كل X شي خلي 1 يساوينا 2 في X تربيع 1 ناقص 3 يساوينا 2 1 تربيع 1 2 في 1 2 ناقص 3 يساوينا سالب 1 شو بقتلي بقتلي 2 F مكان كل X أخلي 2 2 في 2 تربيع ناقص 3 ويساوينا 2 2 تربيع 4 ناقص 3 2 في 4 8 8 ناقص 3 يساوينا 5 زي شوفوا أمي شوفوا قليبي المدى أريد أطلع الخمسة وسالب 1 وسالب 3 هذه سالب 1 ما أكتبه ليش؟ لأن الأعداء ما يصير أكررها بالمدى ماذا طلعت؟ طلعت الخمسة وسالب 1 وسالب 3 وسد القوس طلعت المدى شيريد؟ يريد نوع التطبيق نوع التطبيق نوع التطبيق شيريد؟ يعني شنو نوع التطبيق؟ أشوفه شامل غير شامل أقول التطبيق ليس شامل ليش؟ التطبيق ليس شاملا لأن المدى لا يساوي المجال المقابل لأن المدى لا يساوي المجال المقابل خلينا أعرف شون المون مو هذا المدى وهذا المجال المقابل هذن الأعداد ما يساوي هذن الأعداد لأن المدى لا يساوي المجال المقابل خلينا أعرف التطبيق متباين لو لا ما أعرف أعرف التطبيق متباين إلا أرسم يلا حياتي هذا الرسم هذا زت مثلا قولوا بي اي اي شي الزت شنية الأعداد الصحيحة ليه هو سالب اثنين سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين والبي اللي هو مدى خمسة سالب واحد سالب ثلاثة أعيني أخذنا السالب اثنين ويا الخمسة أخذنا السالب واحد مقتل عنصرين الواحد والاثنين إذن أقوله شاقول نغير القلم التطبيق ليس متباين تطبيق ليس متباين ينبقى عنصرين بما أنه ليس شامل وليس متباين إذن التطبيق ليس متقابل تطبيق ليس متقابل لو كان هنا اثنينات المتباين ومتباين وشامل أقول متقابل لكن بس واحدة منعة الليس إذن ليس متقابل خافي يقول لي أكتب الأزواج المرتبة نكتب أن الأزواج المرتبة نكتب السالب 2 یامن ويا الخمسة بعد السالب 1 ويا سالب 1 بعد الصفر ويا من ويا سالب 3 بعد الواحد ويا من ويا سالب 1 وبعد الاثنين ويا منوية الخمسة وسد القوس وانتهي السؤال إذا قل لي كتب الأزواج المرتبة هذا كمل السؤال تحلهيش تأخذ عشرة من عشرة هو السؤال فرع عشرة من عشرة يلا حياتي بالتمارين كلش 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 مهم ووزاري ياته يلا حياتي هذا سادسا يقول لي يكون التطبيقات من زت إلى زت حيث أفل اكس ثلاثة اكس زائد واحد او زت جي من زت إلى زت حيث جي دي الاكس دنيا اكس زائد خمسة جي تقيمة اكس إذا كان ثمانية وعشرين اف بعد جي الاكس ثمانية وعشرين يلا حياتي خلينا نكتبه قلت لكم سؤال وزاري مهم جدا اش اكتب عدي معادلتين معادلة معادلة افل اكس يساوي ان ثلاثة اكس زائد اثنين هذي معادلة لا لا سوري مو ثلاثة اكس زائد اثنين ثلاثة اكس زائد واحد هذي كتبت السادس عين حياتي المعادلة اش اسمها اف ال اكس يساوي ان ثلاثة اكس زائد واحد معادلة الثانية جي لل اكس يساوي ان اثنين اكس زائد خمسة جد قيمة اكس اذا كان اف بعد جي لل اكس يساوي ان ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين يلا عيني هسه شا سوي عدي معادلة ال اف قبل لها يروح على جد اقول اف لأ اسويها قوسيا والجي لل اكس انزلها يساوي ان اخذ معادلة ال اف ثلاثة اكس زائد واحد اف ال اكس يساوي ان ثلاثة اكس زائد واحد ويساوي ان اما كان كل اكس شا خلي معادلة ال جي يعني اقول اثنيين اكس زائد خمسة ونزل زائد واحد اعيد خف حتياتي بصورة سريعة شوفوا حياتي عدي معادلتين وعدي اف بعد جي ال اكس مطين ثمانية وعشرين اشي اسوي انزل معادلة ال اف وخلي مكان كل اكس معادلة ال جي يعني شون ندخلها يعني ندخل معادلة ال جي بمو ال اكس الثلاثة نزلتها مكان كل اكس خليت اثنيين اكس زائد خمسة ونزل زائد واحد هس Ü زائد واحد يساوي ستة اكس زائد اخمسة زائد واحد ستة يساوي اشي قد بالسؤال مطيني ثمانية وعشرين يلا يعني الستة اكس يساوي انقل الستعاش هي موجة السير السالب ستعاش أقول 6x يساوينا 28 ناقص 16 بيها 12 نقسم على اليمن على معامل x اللي هي 6 غايبها وحدة وغايبها وحدة وغايبها اثنين إذن x يساوينا اثنين طلعت قيمة x يساوينا اثنين لأن قايلي جيت قيمة x هذني السؤالين وزاريات ومهمات جدا اللي يمتحن نص السنة اليوم ومتحنه واللي يمتحن تمهيدي وإن شاء الله التوفيق يا رب شكرا